قالت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو لا تدعم نظام الرئيس السوري بشار الأسد وإنما تحاول حماية الدولة في سوريا وأضافت أن روسيا مستعدة لتقديم معلومات عن التعاون العسكري مع السوريا إلى الولايات المتحدة عبر القنوات الملائمة وكان مصدر عسكري سوري قد أعلن أن قوات النظام بدأت في الأونة الأخيرة استخدام أنواع جديدة من الأسلحة الجوية والأرضية التي حصلت عليها من روسيا بعد أن تلقت تدريبا على استخدامها ووصف المصدر الأسلحة الجديدة بالدقيقة والفعالة